موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواق عدنا إليكم بعد أن توقف هذا البرنامج في شهر رمضان المبارك عودة جديدة اليوم في إحدى حلقات هذا البرنامج تأسس التعليم الديني في ليبيا منذ القدم على أسس متينة منذ أن حطت صحابة أقدامهم في هذه البلاد لنشر الدعوة الإسلامية فخرجت المساجد والزوايا علماء وآباء يتوارثون المناهج خلال الخمسينيات والستينيات نشط التعليم الديني في ليبيا وخاصة حفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية واللغوية وتعليم المسائل الفقية على طريقة المدرسة المالكية ثم ضيق عليهم في فترة حكم القذافي قبل أن يعود مجددا بعد الثورة ليقف أمام كم من التحديات غياب التعليم الديني وضعف عودته بشكل يليق به فتح مجالا للأفكار المتطرفة والمنحرفة لبث سمومها أمام أبناء البلاد للحديث حول هذا الموضوع مشاهدين أرحب بضيفي هنا الدكتور محمود سلام الغرياني هو الأستاذ الجامعي والباحث القانوني وأرحب بضيفي من مصراته عبر استوديوهاتنا هناك السيد عبدالعزيز السويحلي الخطيب والواعظ من استوديوهاتنا في مصراته أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعكم أبدأ بك دكتور محمود اليوم غياب التعليم الديني سبب تغول تيارات دعنا نقول دينية أخرى ما تفسيرك لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أشكر استضافتك يا سيد معصم وأشكر هذه القناة المباركة كما أحيي المشاهدين الكرام نعم بدون شك أن غياب التعليم الديني المناسب للمرحلة يسبب أثار شديدة الخطورة وربما نحن الآن في مرحلة تلقي الأثار أثار المرحلة السابقة لأن نحن اليوم وأن كنا بعد الثورة رجع التعليم الديني ولكنه لم يرجع بالشكل الذي يلائم لحاجة البلد وطبيعة المرحلة كما أن الأجيال التي هي في مرحلة العمل العام اليوم هي تلقت التعليم في مرحلة النظام القدافي للأسف في مرحلة التضييق التام على التعليم الدين لنتكلم عن التعليم الديني لابد أن نقسمه إلى أمرين أمر الأول تعليم الديني العام ومرحلة الأمر الثاني التعليم الديني التخصصي فهناك شق دائما يغفل عنهم وهو مكانة التعليم الديني في النظام التعليمي العام للأسف شديد ربما نحن في أجلال مختلفة على سبيل المثال في الجيل الذي أنا منه في التعليم العام والسنوية العامة والإعدادية العامة والابتدائية العامة كان النظام التعليم الديني نظام له قوة لبأس بها كان هناك تركيز واهتمام من وزارة التعليم في الدولة أكيد برعاية سياسية على تغطية جوانب مهمة مما يفترض على المواطن الليبي معرفته من أحكام الدين فجأة بعد ذلك ربما من نهاية الثمانينيات الحرب الشعواء التي مورست على التعليم الديني التخصصي المتمثل في المعاهد الدينية مورست كذلك على حصة التعليم الديني في التعليم العام وبالتالي ضعفت مادة التربية الإسلامية كانت التربية الإسلامية في المناهج القديمة تغطي جوانب الحياة المختلفة أصبحت تعاني من الشكلية الشديدة والضعف الشديد وللأسف الشديد أن هذا بدأ تنازلية وزاد العدو التنازلي بعد ثورة السابع عشر من فبراير وهذا للأسف مما يستدعي البحث حوله والسؤال الاستغراب والبحث فأيضا هذا شق مهم جدا جدا في الهوية الوطنية الليبية الهوية التي يشكلها التعليم العام الشق الثاني من التعليم الديني هو التعليم التخصصي هو الذي يخرج المفتين والخطاباء والوعات ومعلمي العلوم الدينية وهذا أيضا تعرض لهزات متتالية في العهد الملكي اهتم الملك رحمه الله بإنشاء جامعة مختصصة ويجامعة سيد محمد بن علي السنوسي وأيضا اهتم بمعاهد الدينية على مستوى البلد وهتم أيضا بكليات أخرى غير الكليات الشرعية التابعة لجامعة السنوسي أول عمل قام به القدافي عند دخول نظامه للحكم هو إغلاق الجامعة الإسلامية فأغلق التعليم الجامعي المعد للعلماء وأبقى التعليم الديني الثانوي والإعدالي وتحينا له الفرصة حتى وصلت هذه الفرصة في منتصف الثمانينيات حيث قضى أيضا على معاهد التعليم الديني المتوسطة والإعدادية فهنا نحن في ليبيا إذا تعرضنا لقضاء ممنهج على التعليم الديني وعلى مكونات الهوية الوطنية الليبية وعلى أهم مكون من المكونات الهوية الوطنية الليبية هو المكون الدين مكون الدين الذي يتكون من أسس الدينية العامة سوابة الدين ومن المسائل الفقهية المختلفة والمدرسة الفقهية التي اختصت بها ليبيا عبر العصور فالضعف تعرضت له الهوية الوطنية وتعرضت له التعليم الديني في جميع مستوياته للأسف الشديد وبعد الثورة كان يتوقع أن يتحسن الأمر ولكن للأسف الشديد زاد ربما الأمر سوء نقف عند بعد الثورة على بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة دكتور محمود نقولها للسيد عبدالعزيز السويحلي شيخ عبدالعزيز يعني بعد الانتكاسات التي تعرض لها التعليم الديني في ليبيا هو يتعرض اليوم لانتكاسة كبيرة جدا التيار المدخلي يفتتح مدارس لما يسميها بالتعليم السلفية أو المدارس السلفية يعني الان كيف هي أو كيف تكمن أو اين تكمن أهمية التعليم الديني في محاربة التيارات الدينية الداخلية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فتحية مباركة طيبة إليك أستاذ الكريم أستاذ ما تصم إلى طاقم قناة التناصح هذا الطاقم الذي يبدو الجهده المتواصلة في التوعية وحث الناس إلى ما فيه خير البلاد والعباد أولا التعليم الديني وعلاقته بالهوية وعلاقته بالوطن في بداية الأمر لابد أن نقول ولابد أن ننوه ونبين بأن اعتماد التعليم الديني على أسس متينة وعلى مذهبية قويمة هو من أهم الأمور التي تكون فيها محاربة لأي تيارات وافدة وبخاصة إذا كانت هذه التيارات تأتي بواجهة وبلافتة الدين والشريعة والفقة ونحن نعلم كلنا بأن الدين هو أهم الدوافع التي يحب الإنسان المسلم أن تكون لديه وأن يتحصن بها يعني الدافع النفسي والدافع الديني والتوجه والفكر فمن هنا تكمن وتبرز الملامح أو النوازع النفسية فكان هناك استغلال واضح واستغلال بين وجلي جدا في وقت ندرت ونزوح الاعتماد الفقه المتين في البلد يعني عندما كان سالفا هناك المعاهد الدينية المؤتمدة التي تتبع الفقه المالكي والمذهب المالكي والذي ترعاه الدولة كان هناك حصن وكان هناك متانة قوية لمسألة الدين وكانت الأفكار والتيارات الوافدة يعني يضرب عليها بحاجز ويضرب عليها بسور ولن تستطيع اقتحام البلد ولكن عندما أصبح هناك تهلهل في الحد من مثل هذه التيارات وبخاصة ما حدث بعد ثورة 17 فبراير يعني عندما أصبح هناك حرية مطلقة أصبح هناك تيارات كثيرة وافدة يعني تأتي بواجهة الدين وتدس السم في الترياق أو كما يقولون يدسون السم في العسل فتحت الأبواب على مصارعها لهذا التيار ولغيره من التيارات الوافدة التي تشن حربا أولا على الفقه المالكي وعلى المذهبين المالكية وتشن تشويها على المذهب المالكي تخصيصا وتحديدا بأنه هو الفقه غير المدلل وبأنه هو الفقه الذي يعني يحتاج ويعوزه الدليل ويعوزه البرهان وضرب صاعقة قوية في المذهب وفي الفقه المالكي من هنا أتيحت الفرصة لدخول كثير من التيارات التي تنكى المذهب المالكي والفقه المالكي حتى تجد هذه التيارات البراح والمساحة الشاسعة والواسعة لبث أفكارها ولبث سمومها أولا في البداية أي تيار يكون أو يمارس التعليم الديني ويمارس التعليم الشرعي تحت نطاق غير نطاق الدولة ونطاق الوطن وغير المذهب الذي تسير عليه البلد هناك تحصن الطامة وهناك يكون النزاع وهناك يكون التشتت الحقيقي نقول بأن التعليم الديني يفترض أن لا يكون في دوائر خاصة التعليم الديني تتبنىها الدولة تبع المذهب الفقهي السائد في البلد أما التعليم الديني إذا أصبح تحت مظلة تيارات وافدة خارج البلد وترعاه جهات خاصة ليست جهات عامة تحت الدولة وتحت نطاق الدولة فهنا تزرع بدور الشوك وهنا تزرع السموم عند النشأ وعند الشباب من سنوات الابتدائي حتى تصعد منهم إلى الثنوي والعمق والداء المكين يكون في الجامعة بعد ذلك يتبنى الشباب الأفكار المتطرفة التي أخذوا في بدايتها ضرب الفقه المالكي وضرب الهوية الدينية الحقيقية للبلد ومن ثم وجدوا الفرصة سانحة ومتاحة لكي يبثوا ما يريدون من الأفكار أذكر في مسألة التعليم الخاص لتيار المداخلة أنهم في الابتدائي في ثالث ابتدائي أو ربع ابتدائي مثلا يعلمون الأطفال في هذه المدارس نواقض الإيمان يعني الطفل في هذه السن تعلمه نواقض الإيمان يعني أنك تعلمه تمهيدا وهذا يكون تمهيد لمبدأ التكفير ومبدأ الشرك وهكذا ينشأ الطفل ويتربى على مبدأ التكفير وكما يتبنون مبدأ يعني شرك القبور ويتركون مسألة الحاكمية ومسألة ما يسمى بشرك القصور حتى يتربى الجيل وهذا النشأ على المصادة وعلى المضادة للفقه الحقيقي وللفقه المعتمد في الدولة ويخرجون بلافتة التطرف والتشدد والتزمد في الدين ومن هنا كان الداء الحقيقي الذي يهدم البلاد ويهدم أركانها بل يكون مصيبة على المدى البعيد وتخرج منه ومن أواره ومن تياره جميع ما فيه إهلاك لمسألة العلم عموما ليس حتى من الناحية الدينية فقط نعم طيب دكتور محمود نقطة مهمة أيضا يعني إذا ما طرحناها الأفكار هذه الأفكار المتطرفة التي يؤتى بها لعدم وجود التعليم الديني الحقيقي على الفقه المالكي ربما هناك تخوف أن يضرب الفقه المالكي من أساسه وفي القاعدة كيف ترى هذه الفكرة؟ هو بدون شك لأن الإشكالية الحقيقية هي إشكالية المنهج الواحد وحدية المنهج هذا هو لب الاختلاف وليس الاختلاف فقط حول فرض مذهب مختلف عن المذهب المالكي لأن ربما الأيام دول والمذهب دول كذلك ولا بانع الشرع لا يمنع أن يكون هناك تعاضد ولا حتى انتقال من مذهب إلى مذهب نحن ضمن دائرة أهل السنة توجد عندنا مذهب الأربع وذلك أنبه دائما وأحذر من أن الإشكالية الحقيقية التي تواجهنا اليوم هي إشكالية خمق المنهج المختلفة والاختلاف وخمق مبدأ الاختلاف والتعدد والاجتهاد وصب كل هذه الأشياء في خانة الماضي وخانة البدعة والتضليل والاكتفاء برؤية واحدة ومنهج واحد نحن الآن نلحظ المساجد كيف أصبحت يعني يطلب منها خط واحد والعبادة كيف تطلب تصاغ داخل إطار واحد كيف أن عباداتنا يعني على سبيل المثال مظاهر مهمة جدا مثل مظهر زكاة الفطر مثل مظهر المعايدة مثل المظهر لاحظنا أن هذا التيار هو يدعو إلى تمركز الصواب في رؤيته هو وبالتالي هذه ليست رؤية لا ملكية ولا شافعية ولا حنفية ولا حتى حنبلية فهنا نعد في الحقيقة أمام ظاهرة خطيرة للغاية لم تمر على التاريخ الإسلامي أن يتحاكم إلى مذهب واحد يقضي على جميع الأراء الأخرى عندما ساد المذهب الشافعي كان هناك المذهب الأخرى معه في مصر على سبيل المثال في القاهرة كان هناك القاضي المالكي كان هناك القاضي الحنفي كان هناك القاضي الشافعي القاضي الحنبلي عند الحنابلة عندما كان في أي دولة يحكمها الحنابلة على سبيل المثال في فترات معينة في بلاد الشام كان هناك الأحناف معهم كان هناك المالكية أهل كل مذهب وعلماء كل مذهب كان لهم الاحترام والتقدير ولا توجد صيغة أن مذهبكم باطل فيجب عليكم الخروج عنه وإعادة ضخ اتجاه الدولة إلى القضاء على المخالف هذا هو لب المشكلة ولب الحراك الذي يجب أن نتصدى له فنحن لسنا نعادي الاتجاه العلمي الذي عند هؤلاء ولكن نعادي الاتجاه المتطرف عندهم هناك تخوف أيضا شيخ محمود أن يخلطون العلم بالتطرف التيارات الدخيلة هذه ممكن هي تحارب هذا التنوع في المذاهب بدون شك هذا ليس أمرا خفيا بل هو هذا أصل من أصول منهجهم ولذلك نلحظ ذلك في السرعة إلى التبديع والتضليل على سبيل المثال في مسألة العيد مع أن البلد وعلماءه قضوا بأمر معين ولكن التبعية للرأي الواحد عندهم تحتم عليهم تضليل الدار الإفتاح وتضليل المفتين ابن تيمية وقياداتهم العلمية لم تكن تقول ذلك في الماضي فهذا اليوم يعد تطور خطير جدا لهذا المذهب وهو تمركز الصواب في من يقود هذا التيار وللأسف أصبحنا نلحظ قيادات شبابية ليست مؤطرة تأثير علمي عندما كنا في الماضي كان الخلاف بين المدارس الفقهية والمدارس الكلامية مع هذه المدرسة كان هناك العلماء الكبار كانوا يعتفضون للمخالفين بأرائهم وبالعمل المشترك اليوم أصبحنا في ظل التبديع والهجران والانفصال دائم فهذه مظاهر خارجية يجب أن ننتبه إلى أن هذا هو الإشكال وذلك نحن لا نقول فقط أن نريد مذهب مالكي نريد المذاهب السنية تكون حرة وتكون متنوعة ويفتح لها باب الاجتهاد الذي فتحه الله سبحانه وتعالى ويغلقه عليهم هؤلاء الناس اليوم فهم يغلقون أمام أهل السنة ما فتح الله عليه من أبواب الاجتهاد ونحن هنا معركتنا معركة حقيقية ومعركة صادقة وليست معركة إعادة قرار المذاهب المالكي وفرضه في ليبيا ولكن العودة للمذاهب المالكي هي صيغة التي تضمن الاحترام لبقية المذاهب ولبقية علماء الأمة في هذا الوسط وذلك يجب أن نحرر محل النزاع لأنهم عندما خرج الناس بعاطفتهم يطلبون الدولة بأن تحافظ على المذاهب المالكي هما هاجموا هؤلاء الناس بأنهم متطرفون ويريدون فرض المذهب المالك وفي الحقيقة هذا مجرد تعبير عن اعتراضهم عن فرض الرأي الواحد الذي يخرج جميع العلماء من غير رؤيتهم الواحدة بل من غير عالمهم الأوحدة الذي يركزون عليه الفتاوى دائما فالأمة عبر القرون سارت بكل تجاربها بتجارب الإمام أحمد بن حنبل بتجربة الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه كل التجارب التي مرت لم تكن تقضي على المذاهب المخالف اليوم نحن أمام إشكالية عويصة للغاية إشكالية عقدية فكرية فقهية وصولية وليس أمام القضاء على مذاهب البلد فقط في صورته المالكية وهم لما ذهبوا إلى مصر قضوا على المذاهب الشافعي وقضوا على المذاهب الحنفي قضوا على كل المذاهب لأنهم لا يرون الصواب إلا في قول عالم مخصوص ورأي واحد لا يحتمل الاختلاف وهذه قضية الإجتهاد الحقيقة أمر كبير جدا في الشريعة ورحمة من رحمة الله يراد القضاء عليه طيب شيخ عبد العزيز أيضا غياب التعليم الديني سبب في عدم موجود لبنة أساسية من طلابنا خاصة أن ليبيا بين هلالين هي دولة كانت تولي اهتماما كبيرا بهذا النوم من التعليم في زمن الملك رحمه الله يعني اليوم نرى التجرؤ على العلماء وسبهم وشتمهم بطريقة لا تليق خاصة يعني المواقع التواصل الاجتماعي متاحة للجميع يعني هل غياب التعليم الديني سبب في أن يتهكم العامة على العلماء بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم هو لا شك صد معتصب أن من الأسباب الرئيسة في تهكم العامة على علماء البلد هو غياب التعليم الديني أو الغياب الجزئي للتعليم الديني وهذا الأمر كان له سابق أيام القدافي عندما ألغى التعليم الديني وحارب التعليم الديني أصبح هناك هو شاسعة بين الناس وبين علمائهم بل أصبح هناك نوع من الاتهام بالتخلف الرجعية والتجريم لعلماء البلد وأيضا ألغى دار الإفتاء في ذلك الزمن فأصبحت الفرصة مناسبة الآن لجميع أنواع ممارسة الإسقاط والتعييب على علماء البلد فهذا الأمر هو سابق من أيام القدافي هناك فرصة فتحت فيها مجالات للتعليم الديني أيام المنارات الشرعية حقيقة كانت في غضون التسع سنوات منارات الشرعية كان لها دور في التوطيل الديني وفي الرسوخ للأمور الدينية بعد ذلك ألغيت مرة أخرى والآن في رجوع نوعا ما للتعليم الديني هذا الأمر لابد أن نشد عليه ولابد أن ندعمه دعما شديدا التيارات الوافدة التي اتخذت فرصة النكأ وفرصة الطاعن في العلماء إنما انطلقوا من محاربة المذاهب ومن يعني جعلوا مسألة قال الله وقال الرسول يعني بالغوا فيها حتى أسقطوا بهذه المسألة مسألة المذاهب الفقهية ومارسوا الحرب الشعواء على المذاهب الفقهية وعلى الفرعيات في الأمور الفقهية ولم يعلموا أن هناك التفاوت في الفهم وأن هناك تفاوت الدليل وأن هناك الفقه المقارن وأن الصحابة اختلفوا في فرعيات الأمور وفي الفقهيات ولكنهم لم يختلفوا ولم يحصل بينهم الحرب ولم يحصل بينهم يعني اللمز والطاعن والتجريح إنما هذه المدرسة الدخيلة التي أتت على البلاد واستشرت لا أقول في ريبيا فقط وإنما في كثير من بلدان الإسلام أتت بلائحة مكتوب عليها الطاعن في علماء الأمة وهذا المبدأ مبدأ يعني ينطلق من ربما من بروتوكولات حكماء صيون وبل هو حقيقي هذا المبدأ ينطلق من بروتوكولات حكماء صيون ولعل هنا أذكر ما قاله حسن الباش في كتاب بروتوكولات حكماء صيون أن من بروتوكولاتهم أن يضربوا الأمة الإسلامية في علمائها وأن يزعزعوا المسلمين وأن يزعزعوا ثقة المسلمين في علمائهم فهذه خطة إسرائيلية خطة صيحيونية بائنة ولائحة يمارسها هؤلاء أصحاب التيارات الدخيلة ويضربون بها علماء البلد المشهورين والذين شهدت لهم أمة الإسلام بالرصوخ في العلم وههم الآن يمارسون أنواع التشويه والتجريح على دار الإفتاء الأدهى والأمر والآن كم من ذلك أن زعيم القوم فيهم هو الذي يمارس هذا الأمر وما أعمال وأقوال وأفعال رئيس الهيئة رئيس هيئة الأوقاف عننا ببعيد فهو الآن يمارس الهجوم والتصدي والتجريح على علماء البلد الراسخين والمعروفين والذي اشتهر وذاع صيتهم في العلم ولكن يحاولون ضرب الفقه المالكي المعتمد في البلد بل ضرب علماء البلد كي تتسنى لهم فرصة نشر هذه الأفكار المتطرفة التي عبدوا فيها الأشخاص ومجدوا فيها أشخاص يعني لم يمجدوا فيها مذاهب ولكنهم أخذوا برأي أشخاص ونبذوا جميع ما يعني يخالف أراء هؤلاء الأشخاص وجعلوا منهم أصناما يعني لا يؤخذ إلا منهم وأما غيرهم فكلهم يعني يضربون بهم في زاوية الجهل وفي زاوية التأخر والتخلف بل يتهمون علماء البلد بأنهم يعني يحاربون الإسلام يصل بهم هذا الأمر إلى هذا الكلام وحقيقة لابد من مواصلة العمل ضد هذه التيارات التي ستكون سببا إن لم يتصدى لها في يعني إفساد التعليم الديني وفي ضرب التعليم الديني في بلدنا الحبيب نعم شيخ عبد العزيز ولكن إذا ما قمنا بعملية بحث صغيرة نجد أن هناك رغبة كبيرة جدا من قبل الطلاب وخاصة الأمر الذي استشكل لدينا هنا قبل أيام في هلال شوال يعني هناك رغبة كبيرة جدا لانضمام الطلاب للتعليم الديني والتوجه إليه يعني نصيحتك شيخ عبد العزيز للدولة والمسؤولين كيف تمهد لهذا النوع من التعليم الذي كان هو أساسا وجزءا من الهوية الليبية والله النصيحة الآن هي فرصة متاحة لتوجيه الطلاب والشباب إلى التعليم الديني فمن هذا المنبر نعني نبعث برسالة جادة وحقيقية إلى أصحاب القرار بأن يولوا هذا الأمر اهتماما بالغا وبأن يعني يجعلوا مراكز أو مدارس التعليم الديني المعتمدة والتي تتبع المذهب الفقهي المالكي السائد في البلد حتى يعني نجعل سد منيعا ضد أي تيار ديني وافد أو فتاة مستوردة من الخارج فهذا أمر رائد ويبين الهوية الدينية الليبية عندنا حقيقة فهذا أمر جيد وبواديره الآن موجودة الحمد لله في بلدنا المعاهد الدينية يعني أمر جميل جدا ومن هذا المنبر ندعم هذه الأمور وعلى كل الخطباء وعلى كل الوعاظ وعلى كل العلماء أن يشدوا على دعم المعاهد والمدارس وكليات التعليم الديني التي تمثل مبدأ الرسوخ ومبدأ الحصن الحصين ضد أي تيار شرعي ديني متطرف يأتي من هنا أو من هناك ولكن في هذه الحلقة أيضا نبين ونحث على نزع أساس الفتنة وأساس توريد هذه التيارات الوافدة وهو رئيس الهيئة العامة للأوقاف حقيقة يعني إذا قطع الرأس وإذا أبعد الرأس كان ما بعده أهود ونشدد على هذا الموضوع ونطالب من الحكومة بأن ينظروا إلى هذا الأمر وأن يلوه عين والاعتبار وبكل اهتمام حتى تأمن البلد من شر الفتاوى المستوردة ومن شر التيارات الدينية الوافدة المتطرفة والمتشددة وهنا هي الحرب الشعواء الحقيقية الحرب الحقيقية على أي بلد مسلم هو أن يؤتى هذا البلد من حيث الدين ومن حيث الشريعة ومن حيث الفقه بأن يجعلوا من الدين السمح ومن الدين المعتدل بأن يقلبوا المعنى إلى الدين متطرف فهنا تحصل المصيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي بلدنا منها نكرر بالشد والاهتمام بمدارس التعليم الديني المعتمدة تحت مظلة الدولة والتي تمتر الفقه المالكي الرصين والذي يمتر الحصانة لدولتنا طيب دكتور محمود أهمية التعليم الديني في ليبيا من زاوية أخرى سنتحدث عنها الآن وهي أن كانت هناك استشكالات دينية في أمور ديننا ودنيانا قبل قضية هلال شوال ولكن الآن الجموع والجماهير والشعب رأى بأن يكون هناك الفقه الديني في العبادات وما إلى غير ذلك يستوجب أن تكون هناك قاعدة راسخة يعني كيف يمكن أن توضع أهمية التعليم الديني وأن يكون له قاعدة ثابتة لكي لا يستشكل علينا هذا الأمر حتى في أمور أخرى غير رمضان وفي زوايا فقهية مهمة في حياتنا نعم بارك الله وفيك هذا طبعا يرجع إلى سؤال هل كانت ليبيا تطبق الشريعة الإسلامية بشكل صحيح هل كان النظام التعليمي في ليبيا نظاما صحيحا وسليما عبر التاريخ أما أنه نظام باطل وأصبح يحتاج إلى الاجتساس وإعادة إنشاء نظام جديد كثير من الناس الذين تحدث حوله هم اليوم والذين سببوا هذه الإشكالات هم عندهم عقيدة راسخة بأن منظومة ليبية التراثية ولا حد اليوم منظومة باطلة ومبتدعة وضالة ويجب اجتساسها والبدأ في بناء منظومة تعليمية وشرعية جديدة بأجيال جديدة وذلك هم يحاولون تنشئة الأجيال تنشئة جديدة وهذه هو لب المشكلة ولذلك الإمام مالك رحمه الله عندما أتاه الخليفة وطلب منه أن يؤلف كتابا ليعممه على جميع بلدان المسلمين حتى يصبح ملزما بالإرادة السلطنية إمام مالك قال له أن هذا ليس من حقي فإن أهل كل إقليم قد استقلوا بعلماء أتوهم وبروايات تبتت عندهم وبمناهج ساروا عليها ورأى أن تغيير الأقاليم عما استقرت عليه ما دامت في إطار الصواب وفي إطار التشابه الذي لا يمكن الترجيح بينه فأمر الخليفة بعالم فعل هذه المسألة وإبقاء كل إقليم على ما هو عليه من هنا نحل اليوم نعيش هذه التجربة نعيش هذه التجربة لكن هؤلاء الناس رأوا أنهم من الضروري إبطال الماضي الموجود في ليبيا وإنشاء المنظومات الجديدة هنا على الذين يحكمون هذه الدولة وعلى الذين يسيرون نظامها السياسي أن يقفوا أمام هذه الفئة وتحقق من هذه الدعوة واتخاذ الموقف لأن اليوم عدم اتخاذ الموقف عموم الشعب لم يتقبل هذه الأفكار الدخيلة للأسف الشديد أننا لا نستطيع أن نقول عموم الشعب لم يتقبل عموم الشعب هو يعني يتعامل مع الأمور بعدم وعي تهم لأنه ليس متخصص أن العموم ليس متخصص هذه قضية تحتاج إلى المتخصصين وللأسف الكثير من الدعوات وجهت إليهم عبر من مرحلة ما بعد التورة وكان هناك مؤتمر مهم جدا في سنة 2012 في بداياتها وهو مؤتمر الهوية الدينية وكان هناك الكثيرون يرفضون الدخول في مناقشة مثل هذا الموضوع لأنهم لا يرون شريكا في ليبيا من علمائها ومن نظامها الفقهي أو نظامها العقدي التاريخي التراثي أو من نظامها الفكري المعاصر العلماء البلد لا يرون شريكا لهم في هؤلاء ويرون ضرورة الاجتساث وضرورة البدء من جديد ولذلك المدارس اليوم هي مدارس منشأة من جديد مؤسساتهم الإعلامية ومؤسساتهم التعليمية ومؤسساتهم التوجيهية وكلها مؤسسات تنبئ عن البداية من الصفر في الإنشاء في ليبيا وهذا هو لب الذي يجب الانتباه إليه ومعالجته أما أن يقال أن الليبيين هم ضد التنوع وضد المداهب الأخرى هذا ليس صحيح بل بالعاكس أن جميع علماء الأمة في التاريخ الإسلامي هم علماء منفتحون على ما يعرف بالفقه المقارن وكان هناك أيضا إذن بالانتقال من مذهب إلى مذهب داخل المذهب السنية كان هناك احترام كتام لكل متمذب حتى أن من القواعد الفقهية قاعدة كبرى تقول أنه لا ينكر الاجتهاد باجتهاد آخر ولا ينكر الأمور المختلف فيها وإن القاضي ولو كان من مذهب مخالف إذا قضى عليك بحكم لابد أن تجيبه وحكم الله في حقك طاعته ولو كان المذهب المختلف إذنه لا يزايد أحد اليوم عن الليبيين بأنهم يطالبون بالتشدد أو بالعودة إلى المذهب الواحد هم خرجوا ضد المذهب الواحد الذي يفصل الأمة عن تاريخها وعن الاستمداد من المذهب المختلفة برحمة الله سبحانه وتعالى التي رحم بها الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإذا اجتهد فأخطى فله أجر واحد اليوم لا يوجد هذا الخطاب يوجد إلا خطاب واحد الحق فيما قاله شيخنا فلان والآخرون كلهم ضالون مبتدعا وإذا تنزل معك في الخطاب قال هؤلاء لهم تأويل ونعذرهم فقصار الأمر عندهم هو تقديم العذر لهم في هذا الخطأ فهذا الخطاب لا يبني أمة ولم يبني الدولة التي خرج منها هذا الخطاب ولن يبني دولة أخرى هنا وذلك إذا أردنا سياسيا والأمور الدينية هي من لب السياسة الشرعية من لب السياسة الشرعية علماء الأمة في التاريخ اتخذوا مواقف كثيرة من هذا الموقف على سبيل المثال موقف إغلاق باب الإجتهاد موقف اشتراط القضاء بمذهب معين كل ذلك أخذه علماء الأمة قديمة لضبط العطاء الديني والاتجاه الديني وعدم بلبلة المجتمعات بالتغيرات في نفس الوقت وجوب احترام المذاب الأخرى وفتح الانتقال من مذهب إلى مذهب واستمرارية الاطلاع والإجتهاد فمن وصل إلى درجة الإجتهاد حرم عليه أن يأخذ بإجتهاد غيره ووجب عليه أن يلتزم بما أداه إليه إجتهاده فنحن اليوم أمام خطاب وهو يدعي أنه يفتح باب الإجتهاد في حين أنه يغلق حتى باب التقليد ويغلق كل الأبواب إلا لإجتهاد واحد ما اجتهده به إمامه وذلك أنا أعتقد أن مشكلتنا ليست في سب العلماء التي كنا نسأل عنها المشكلة ليست في غياب التعليم الديني بل في التعليم الديني المتطرف الأحادي هي التي تجرع على سب العلماء وتجرع على تاريخ الأمة وتدفع الليبيين إلى أنهم لا بد أن يغيروا منهجهم التعليمي تغييرا تاما عن ظهر قلب هذا أمر لم يأمر به الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولا يمكنوا واقعا تحقيقه طيب دعنا نسمع رأي الشيخ عبد العزيز السويحلي في هذه النقطة دكتور محمود شيخ عبد العزيز يقول لك الدكتور محمود الغرياني يعني أن هناك يعني التيارات الدخيلة التي تحارب من قبل التعليم الديني إذا ما تم تقوية هذا نوع من التعليم الخطاب الواحد أيضا الضدية التي تكون ضد المذهب الواحد الأصل في الأمر أن يكون هناك استعاب للمذاهب جميعها يعني الفكرة الآن هذا المذهب يريد أن يلغي كل هذا التنوع والبدء من جديد كيف يمكن أن يرد على هذه الفكرة التي يراد أن تثبت في البلاد نعم نعم من حيث الأصل يعني الاعتراضة عندنا في في تعدد المذهبية القائمة على وصولها الثابتة يعني لا مانع من المذهب المالكي مع وجود المذهب الشافعي مع وجود المذهب الحنفي ولذلك حتى أئمة المذهب أنفسهم يعني الإمام أحمد إذا صلى خلف الشافعي صلى بصلاة الشافعي والشافعي إذا صلى خلف الإمام أحمد صلى بصلاة الإمام أحمد هناك معنى حقيقي لعدم التنازع في أمور الفقهيات وفي أمور الدين ولكن نحن الآن في لقائنا اليوم نتكلم عن التيارات الدينية الوافذة التي تضرب المذاهب وتضرب أصول المذاهب نحن الآن نتكلم عن مشكلة التيار الدين الوافذ المتطرف الذي يمجد شخوص الدين ويضرب بأصول وقواعد المذهبية عرض الحيط هذا هو الداء المكين وهذا هو الذي أفسد البلاد والعباد حقيقة فيفترض أن يكون هناك مدارس تمثل الحصانة ضد هذه التيارات التي تضرب جميع المذاهب أنا قلت ليس في ريبي فقط وإنما هم عندهم حساسية مفرطة ضد المذاهب المعتمدة بأصولها ويخرجون علينا بتيارات تأخذ بذات اليمين وذات الشمال ولا تأخذ من معين التوسط والاعتدال وإنما يأخذون بزاوية التطرف والتشدد وبآراء الزرع بذور الخلاف بين أهل البلد الواحد حتى يتمكن لهم ما يريدون هو ما تصب إليه أهوائهم التي حقيقة أصبحت لها الداء وأصبحت تجرح وأصبحت تنكى في أصول المذاهب الدينية عندنا في البلد نعم طيب من زاوية الشيخ عبدالعزيز أن هذا التعليم التعليم الديني هو ثبتت أهميته في الاستشكالات الأخيرة ربما هذه الفكرة طرحناها على الدكتور محمود الغرياني الآن ولكن من زاوية مختلفة شيخ عبدالعزيز أنه هل بإعطاء التعليم الديني مكانته المطلوبة أو التي كانت عليه في السابق يعني مثلا في مدينة مصراتة محد لقويري الديني أيضا المنارات الشرعية التي كانت في زمن القذافي تغلق ثم تفتح من جديد وحضرتك أنت كنت أستاذ بمنارة الزرور للعلم الشرعية يعني هذه المنارات هل ستكون موازية أو بمثابة التعليم الديني الذي كانت عليه البلاد في السابق أيضا ستزيل هذه الاستشكالات التي حدثت إذا ما صار خلاف على شأن ما نعود إلى القاعدة تقول كذا وكذا وكذا الفائدة هنا للتعليم الديني الذي فرضته الدولة نعم لا شك في ذلك أن مدارس التعليم الديني تحت إطار الدولة ومعاهد التعليم الديني وكليات التعليم الديني التي تكون تحت عيون الدولة والتي تمثل رأس حربة ضد التيارات الدينية المتطرفة هي حقيقة مصل عفاف ومصل دواء في البلد وبإمكان هذه المدارس إذا استمرت وإذا دعمت من الدولة ومن جميع المؤسسات في ليبيا سيكون لها الأثر البالغ والأهمية القصوى في محاربة هذه التيارات المتطرفة ونحن نتكلم من باب التجربة يعني المنارات الشرعية كان لها دور في تهيئة طلاب العلم الشرعي وفي رصانة الفكر عند طلاب العلم الشرعي كذلك معهد لقويري وما هو موجود الآن يمثل حقيقة الاستيعاب الجيد لمعنى وأهمية التعليم الديني المستقر في البلد وما له من دور في محاربة التطرف الديني أيضا أنا أعتبر أن هذه المدارس المعتمدة تحت إطار الدولة وتحت المذهب السائد في البلد في محاربة التيارات الوافدة هو بمثابة المنهج التفكيكي لجميع الفتاوى المستوردة ولجميع التيارات الوافدة منهج تفكيكي حقيقي عن طريقه تأمن البلد من شعواء هذه الحروب وهذه التطرفات وهذه المذاهب التي لا تعتمد قواعد علمية صحيحة ولا رصينة وإنما تعتمد أقوال لأشخاص فقط وهذه هي المصيبة أن تعتمد في الدين وفي الشريعة أقوال لأشخاص ولا تنظر ولا تولي اهتماما لمعنى المذاهب ولمعنى فقه المقارن ولمعنى الأصول ولمعنى المذهبية التي تكون من ورائها الاستقرار في أي بلد كان على الضفة الأخرى هناك تعليم استحدثه هؤلاء المداخلة يسمونه بالمدارس السلفية هذه المدارس هي يؤتى بمناهج ليس ربما من علم الدولة في شيء لا يعلم محتوى هذه المناهج وهناك مريدين لهذه المدارس الشيخ عبد العزيز يعني ما رأيك في هذه المدارس الغير خاضعة للدولة هذا الأمر حقيقة نحمل المسؤولية في هذا الأمر إلى وزارة التعليم فننبه وزارة التعليم إلى النظر في هذه المدارس الخاصة والتي تجعل منهجا خاصا ربما فيه محاربة حتى للمذهب الديني وللفقه عندنا في هذه البلد فكما قلت يعني آلفا قبل قليل بأن هذه المدارس الخاصة التي تأتي بمناهج مستوردة تجعل في مناهجها ما فيه يعني تعليم أو تنشئ على مبدأ التكفير أن يعلم الطالب في سن الابتدائي في أول ابتدائي وثاني ابتدائي نواقض الإيمان أو أن يجعل مثلا كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب أساس في سن الابتدائي أو في سنوات من أول وثاني وثالث إلى سنة سالس الابتدائي أن يعلم وأن يعطى وأن يعني يشحن بقواعد أو بمقالات أو بتعليم من كشف الشبهات لمحمد عبد الوهاب هذه مسألة جد خطيرة فلابد أن تنتبه وزارة التعليم إلى هذا الأمر وتليه الاعتبار والاهتمام يفترض التعليم الديني لا يكون في مراكز خاصة أبدا التعليم الديني لا يكون إلا تحت إطار الدولة لا يكون إلا تعليما عاما تنظره الدولة وتليه الاهتمام البالغ جدا لأنه إن استقامت معالم الدين والفقيات واستقامت أمورنا الشرعية وكانت على حد سوا وعلى كلمة سوا هنا نأمن من غائلة التطرف وبوادر التطرف ومفاسد التطرف الحقيقي نعم الشيخ محمود تضارب كبير سيحصل إذا ما تم تنشئ الجيل من قبل فئة المداخلة بأن يستقطبوا عددا من مريديهم والذين يرتدون هذه المدارس التي تسمى بين هلالين بالسلفية وبين المنهج الديني العام في ليبيا وبينما يعطى لهم في المدارس العامة بين الغالبية وبين الأقلية هناك تطارب كبير سيحصل كيف يمكن إحداث حل لهذه الإشكالية إذا ما استفحلت بدون شك لو سمحت قبل قبل ذلك أمهد بالتفريق بين منظومتين التعليميتين تعليم الديني المستقر الذي نحن ندعو إليه والذي جربناه وكان مستقرا في ليبيا وفي غيرها من البلدان الإسلامية والمنظومة التعليمية التي ننتقدها فنحن لا ننتقدها باعتبارها تدرس مذهبا فقط إذا قارننا فالمنظومة المذهبية التي كانت مستقرة هي في الحقيقة تقوم على ثلاث شعب الشعب الأولى تعليم مذهب البلد فتقوم على تعليم مذهب البلد بضوابطه وبكتبه المنهجية وحسب المدرسة التعليمية المستقرة لأن إتقان مذهب البلد مع إتقان المذاهب الأخرى في الأقاليم الأخرى لمذاهب بلدانهم سيقوي العلم الشرعي في الأمة هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني هو تقوية احترام الاجتهاد المختلف في أثناء دراسة المذهب يعلم أيضا قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه المقارن وقواعد دراسة الاستنباط ومناهج العلماء المختلفين مع تقبل الاجتهاد الآخر واستيعابه القضية الثالثة هي قضية وحدة الأمة في مواجهة الخطر الحقيقي عليها وهو ليس الخطر الحقيقي عليها في الاجتهادات المقابلة لها الاجتهادات المماثلة لها مثل المذاهب الفقهية أو الكلامية التي كانت سائدة وإنما ما هو من البدع العقدية أو البدع الخارجة عن مذاهب أهل السنة والجماعة فإذن هي كانت تؤسس لمذهب وتوحد المذهب هذا المذهب وتربطه بوشائج المختلفين معهم من أهل الفكرة نفسها من داخل أهل السنة اللي هم الاجتهادات الأخرى وتوضح له المخالف الحقيقي الذي توحد الأمة ضده فهذه الأركان الثلاثة هي التي من أجلها نحن ندعو إلى الاستمرار التعليم الديني التقليدي الذي حامته الدولة قديما والذي مازال موجود في كل دول العالم الإسلامي التي تمسكت بنظمها المستقرة هذا النظام الجديد للأسف هو لا يقوم إلا على فكرة واحدة هي فكرة الحق واحد وكل ما خام من غير مجتهدين فهو خطأ متعين تخطئته فإما أن نعدرهم وإما أن نبطله ونقف ضده وبالتالي وذلك تلاحظ هذا حتى من التسميات لأن احتكار اسم السلفية هو يستبطن في داخله فكرة وهو أن السلف لن يقوله إلا بمثل مقالتنا واحتكار أن يمكن يقول المالكي السلفي ممكن يكون المالكية أيضا استبطنوا مناهج السلفية معينة ورأوا أن يفهم السلف على هذه الطريقة وأن يكون عالم آخر هذا هو الحقيقة الأمر المداهب الأربعة كلها مداهب سلفية لكن عندما رفضوا هذا الأمر ووصف المدى المالكي بأنه سلفي واحتكاروا التسمية في احتكار التسمية أيضا واحد من مظاهر خطورة الفكرة لأنك أنت لما تزعم بأنك أنت السلف صالح وتزعم بأن كل ما خرج عن السلف هو بدع وضلالة وتزعم بأن كل إحداث في الأمة من مداهب وغيرها هو من الإحداث المضلل والإحداث الذي في النار فأنت إذا أنشأت منظومة تعليمية وعلمت الأطفال على هذا المبدأ فلا شك أنك تنتج منهج ضيق العطن لا يستطيع أن يتواصل مع جاريه وذلك نرحظ الآن البيوت تنقسم لا يوجد قدرة على التواصل حتى داخل البيوت حتى داخل المسجد الواحي وذلك حتى المساجد فصلك لأنه من أجل موقف معين هجرت المساجد من أجل القنوط في ثلاث الفجر هجرت المساجد أو ضللت الأئمة وبالتالي أنا أريد أن أصوغ المسألة بصياغة تقعيدية فنحن أمام تحدي تعليمي يقوم على السلفية متماحدة في رأي واحد ما عداه كله عدو لنا فأنت هنا تنشئ نظام تعليمي يعني كأنه التكفير والهجرة الذي عنده الطرف المتشدد الآخر هنا أنت تقول نحن فقدت الصواب حتى وهو يتعلم داخل منظومتك داخل منطقته مع جيرانه مع أبناء عمومته الطفل يتشبع بأنه مختلف عنه بأنه مختلف يلقن تضليل العلماء ويلقن الأسماء ونحن مرة شهدنا قائمة من قوائم يعني تمرر داخل مثل هذه المدارس فإذن هو الفكرة أن التعليم المذهبي أو المالكية التي نطالب بها هي تلك المالكية التي لا تقوم على اجتثاث ما يقابلها فتؤسس على ثلاثة أركان كلها مهمة بينما نحن نرى اليوم علامات التشدد بدأت تطالنا في بيوتنا فهذا ما نوحد طيب كلام كثير جدا ربما لا يسنى الوقت لذكره دكتور محمود فيما تبقى لي من وقت هذه الحلقة الشيخ عبد العزيز هناك من يتحدث بأن قلة الدعم للتعليم الديني في ليبيا هي أحد أسباب عدم عودته كما كان كيف تعلق نعم هذا الأمر فعلا حقيقة يعني قلة الدعم للتعليم الديني وعدم مؤازرة التعليم الديني في ليبيا هو الذي جعل الاستشراء وانتشار التيارات المتطرفة الأخرى التي تدعي معنى أو استعاب واستغلال مسمى السلفية في هذا المعنى فحقيقة يعني عدم الدعم القوي للتعليم الديني هو أحد الأسباب التي أدت إلى نزوح التعليم الديني الحقيقي في البلد والذي فتح الفرصة شاسعة للتطرف من النواحي الأخرى من الداخل ومن الخارج بالأمس القريب فقط يعني نسمع فتوى أو كرمة للمدعو طارق درمان يقول بأن السلفية هي الدين وأن السلفية هي الحق وأن من كان خارج السلفية فهو ليس من الفرق الناجي يتصور أن هذا الخطاب يسمعه الشباب المراهق الشباب الذي يبحث عن التدين وعن دفع التدين ويسمع الحديث وراوه وكذا وراوه وكذا وكذا فهنا مشكلة حقيقية إذا كانت الفتوى تخرج على أبواق مثال هؤلاء باسم السلفية وتلميحهم بهذه اللافتة التي يراد بها الباطل ولا يراد بها الحق فهنا لابد أن نولي اهتماما بالغا بترصيخ التعليم الديني في بلادنا وأن نرجع به كما كان معتمدا له ثوابته وله وصوله التي يكون من ورائها يعني الاستقرار الحقيقي لبلادنا والحصن من غائلة هذه التطرفات وهذه الأفكار الهدامة حقيقة في البلاد نعم أشكرك الشيخ عبدالعزيز السويحلي الخطيب والواعظ كنت معي من استوديوهاتنا في مدينة مصراتة شكرا جزيلا لك أشكرك أيضا دكتور محمود سلام الغرياني الأستاذ الجامع والباحث القانوني شكرا جزيلا لك ومشاهدين الكرام إذا وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الرواق على أن نلتقي في حلقة جديدة دمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة